الحراك العراقي الدبلوماسي في الفترة الأخيرة كيف تقرؤونه من عمان؟ العراق يجب أن يستعيد كرمته وحريته الكاملة في اتخاذ القرارات السيادية التي يجب أن يأخذها طبعا كل دولة لا تخلو من مؤثرات خارجية ولكن ضمن حدود ولذلك فنحن نرحب بمبادرة رئيس الوزراء الدكتور الكاظمي ونعتقد أنه قد نقل العراق نقلة دبلوماسية وسياسية نوعية نحو التقارب مع الدول الست التي تجاور العراق وقد كان هذا أمر بالنسبة لنا في الأردن مهم جدا نحن بالأردن تربطنا علاقات متينة بالعراق هناك مشروعات كبرى تنتظر التنفيذ لصالح البلدين نحن نريد أن نرى العراق يزدهر لأن تاريخيا ثبت بأن كل ما ينفع العراق ينفع الأردن ولذلك نحن ننظر إلى ذلك على أنها شراكة تاريخية كما تفضلت ليست في الماضي وأن أيضا أمالها وتوقعاتها في المستقبل يتوقعات كبيرة جدا انضمام مصر إلى الثلاثية وإن شاء الله مشروع بلاد الشام أو الشام الجديد يأخذ مداهو لأنه يؤكد أن التعاون الإقليم بين هذه الدول لصالح هذه الدول وللصالح الدول المنطقة دون أن يكون لها أي مواقف مضادة هذا أمر جيد النقطة الثانية وأننا يجب الآن وفي ظل التفاوض الذي يجري على البرنامج الناوي الإيراني أن يكون هناك في عودة كأيضا لاستقرار الأوضاع في المنطقة لأنه يعني يجب أن تأخذ كل دولة حقها في أن تنمو بعيدة عن المؤثرات الخارجية والحصار الاقتصادي وغيره وأهل العراق جربوا هذا الأمر وتحملوا ويعرفون أثاره ولذلك يجب أن يكون في هناك تعاطف بين الجيران حتى نستطيع أن نصل إلى علاقة دولية يعني مهما كان من تأثيرات خارجية دولية على أي سياسة من سياسات الدول سواء كانت صديقة أم معادية فإننا في الآخر نحن الدول في هذه المنطقة نحن الجيران يعني لا نريد أن يأتي الآخرون يخربطون هذه العلاقات ثم يتركون لنا في حالة عداء واستنفار دائم لا بد لنا أن نبني نظاما أو منظومة أن نكون فيها متآلفين ومتصالحين مدركين لمصارحين حتى نستطيع أن نحقق لشعوبنا لشعوبنا ما تصب إليه وقد صبرت كثيرا لذلك أنا أعتقد أن ما يقوم به الدكتور مصطفى الكاظمي من عمل متميز نرجو أن يقيد له أن يستمر يعني نحن لا أقول هذا تدخلا في الشأن الداخلي العراقي ولكن نحن في الأردن نقول أن هذه السياسة تستمر في العراق ونحن داعمون لها في الأردن وننظر إليها بإيجابية خالصة ترجمة نانسي قنقر